اشتركوا في القناة و سلم تسليما أيها المشاهدون الكرام أطيب الله أوقاتكم ها نحن بإذن الله وعونه نعود معكم في برنامجكم المفضل وهو القلم قلنا لكم القلم برنامج يزاع في كل شهر برنامج يستضيف فيه ضيوف يستضيف ناس مباحثين يستضيف مفكرين والحمد لله بعد تحياتنا العطرة والموجهة إلى فضيلة الأستاذ الشيخ محمد مستفاسي الذي أطاح لنا هذه الإطار أطاح لنا هذه الفرسة الذهبية والتي لا تقدر بثمن نتمنى له دوام الصحة والعافية والتوفيق وكما ننويه جهود ابنه البار الشيخ كابتان بمجهوداته الجبارة الله يهديه وينصره وكما نوجه آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مديرنا المحترم الشيخ مختار جاي وإلى جميع معاونيه في قناة مرشد تيفي مشاهدون الأعذاء اليوم نستضيف ضيفا كريما هو أخ وصديق وحبيب هو رفيق درب قديم وهو باحث ومفكر وهو باب آدمانيا باب آدمانيا السلام عليكم ورحمة الله كما تحيي الحمد لله الحمد لله مالك الملك وقالق القلق ومدبر الأمر يخلق من يشاء ويرفع من يشاء بفضله ويضع من يشاء بعضله وهو العلم الحكيم نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة الإسلام كما نحمده أن جعلنا من أمة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بدعوته إلى يوم الدين بداية سيد الأستاذ اسمح لي أن أتقدم بتحية عطرة تليق بجلالي الشيق العالم العلم المرشد العام لدائرة المسترشدين والمسترشدات سيدي ومولاي الشيق سيد المحمد مصطفى سيه أطال الله عمره وإلى حضرة مديري التلفزيون الشيخ مختار جاي وإلى كل من يعاون وإلى كل المعاونين الذين يعاونونه في نجاح هذا العمل الجبار كما نتقدم بالتحية إلى مشاهدين والمشاهدات لخناة مرشد تيفي الذي يلعب دورا كبيرا في إيقاظ الوعي العام وإرشاد السنغاليين كما أقدم أتقدم بالشكر لمن هو سبب لمن هو سبب في حضوري لهذا البرنامج وهو الأق السيد الأستاذ إنجاس إنجون الذي يقدم هذا البرنامج أشكره على هذه الفرصة المطاح لي الحمد لله شكرا بهذا التحيات العطيرة أشعال الله وبالعبارات الرنانة مشاهدون الأعزاء يطيب لنا بداية أن نسلط أضواء على ضيفنا العزيز ونقرأ لكم سيرته الزاتية اسمه باب آدم نان من مواليدي جيس بدأ مشواره الدراسي في المأهد الحاج عمر فوتي تال بجيس في المرحلة الابتدائية والإعدادية ثم انتقل إلى مركز الفلاح بكولوبان بداكار حيث بدأ فيه المرحلة الثانوية ثم أكملها في مأهد إبراهيم صامب المعروف بسكاسي بيتيس عام 2001 وبذلك سافر بعد حصوله على شهادة البكولورية سافر إلى مصر والتحق بجامعة الأزهر الشريف والتحق بكلية أسول الدين قسم الأقيدة والفلسفة وتخرج منها عام 2006 وبعد رجوعه إلى أرض الوطن تم تعينه كمدرس اللغة العربية في ثانوية نجاقناو وحاليا هو مدرس في إعدادية في إعدادية أثمان غم بيتيس كما يهتم بتدريس الفلسفة في المدارس الأهلية العربية بيتيس كذيد بن ثابت وإبراهيم صامب إضافة إلى ذلك فهو إمام وخطيب في مسجد عمر الفاروق بيتيس هذا هو ضيفنا الكريم أما عنوان برنامجنا اليوم أعزائنا المشاهدين يدور حول وقفات مع خطبة أبي بكر الصديق هذه الخطبة التاريخية التي تكتب بمداد من الذهب وتتكررها الأجيال وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل يتيبنا في هذه الفرصة الوجيزة نتدارس مع ضيف العزيز خول هذه الخطبة التاريخية والآن السؤال الذي يطرح نفسه سيد الأدم من هو الخليفة أبي بكر من هو كيف تعرف شكراً سيد الأستاذ إذا أردنا أن نعرف أبا بكر نقول بأنه هو عبد الله عثمان بن عامر التيمي اشتهر بأبي بكر الصديق ولقب بالصديق لصبقه في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج هو من السابقين الأولين في الإسلام تذوج النبي صلى الله عليه وسلم ببنته عائشة وله فضاء الجمع في الإسلام حيث شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق وبخيم وله مواقف كثيرة في الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الناس أحد آمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة وقال ولو كنت متقزا من الناس قليلا لاتقزته قليلا إن شاء الله ولكنه خلة الإسلام فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بما فعل خير البرية أبقاها وأعدلها إلى النبي وأوفاها بما حملا الثاني التالي المحمول مشاهده وأول الناس حقا صدق الرسول صدق الرسول ما شاء الله وغي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر ما شاء الله لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك بكى أبو بكر نعم فقال هل أنا وما لي لك يا رسول الله ما شاء الله هل أنا وما لي لك يا رسول الله إذن هذه نبزة حياة أبي بكر الصديق الذي ساعد النبي صلى الله عليه وسلم ورافقه وصدقه عشاء الله أبي بكر الصديق كما ذهبتم إلي كان أول من آمن من الكبار خدم النبي صلى الله عليه وسلم الخدمة كلها أنفق ماله وضحى بنفسه وضحى بجميع مجهوداته لسبب أو لأجل إعلاء راية الإسلام فهذا هو أبو بكر رضي الله عنه أول خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما بويع وعين خليفة المسلمين هو أول من قام بخطبة خطبة شهيرة لو سمحتم أن تقرأ لنا هذه الخطبة حتى نستمتع من سماعها فمن فضائر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يعني جاءت قطبته في فترة كان الناس حيرين لأن حدث فيهم حادثة ما كانوا يتخيلون أن نبي صلى الله عليه وسلم سيفارقهم يوما نعم بحدث تلك الحادثة فضل الله نعم لأبي بكر أن أن يبقى له يعني شيء من من الهدوء من الهدوء والوعي نعم فلما يعني لما بويع بالخلافة ألقى قطبة نعم تعتبر قطبة تعتبر قطبة العصر نعم في ذمنه وفي كل الأذمنة نعم التي ستأتي من بعده نعم ونص هذا القطبة كان يعني تعتبرك قطبة وذارية يعني كما يقال دسكر على نسير نعم فقال أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فخوموني الصدق أمانة والكذب قيادة والضعيف فيكم خوي عندي حتى آقذ الحق له والقوي فيكم دعيف عندي حتى آقذ الحق منه إن شاء الله لا يدعو قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا يشيع في قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء أتيعوني ما أتعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا تاعة لي عليكم ما شاء الله خذ نص رائع رائع خذ تاريخية رائع صح فعلا كما كما ذهبتم بارك الله فيكم الفترة التي جاء فيها أبي بكر يعني فترة خرجة تعرفون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كارثة حزت حزت بالمدينة وهزت بجميع البقاء الأرض ولكن نبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جميع الصحابة كانوا خيرانين كما قلت ولكن أبا بكر فقط كان عنده رباطة جأش كان مطمئن البال كان عنده هلو فمسألة الخلافة كما رأيتم هذا جانب ولكن لما بويا يهمني هنا كثيرا قول عمر الخطاب عمر الخطاب كان يحترمه احتراما مبالغ فيه وهذه الخطبة أيضا هو محل دراستنا إذن أول وقفة نقف مع هذه الخطبة أول وقفة إذن كيف أول حاكم بعد النبي ما هو ليتصور أن يكون أخلاقية من يعود أو من ينوب منابى النبي صلى الله عليه وسلم إذن أقول أول حاكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي له حسب ضوئك لقراءة الخطبة إذا قرأنا الخطبة ندرك أن أبا بكر عرف خدر من ينوب عنه فعلا ينوب من ينوب من نعم الخليفة أبو بكر ينوب رسولا دونك نعتبر أن إنسانا عاديا يعتبر إنسان غير عادي عادي نعم خال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إنسان غير عادي إذن فهو إنسان غير عادي وأبو بكر يعتبر إنسان عادي حتى وإن كان صحابيا صالحا بمثابة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إنسان عادي نعم وينوب نبيا نبي كان يتلقى وحي وحي من الله سبحانه وتعالى نعم خليفة لا يتلقى وحي نعم إذن فأول فأول يعني مشكلة التي تتلقاها أو يتلقاها أبو بكر هو هي أنها يعني أن الناس يرجعون إليه نعم في مشكلاتهم في قضاياهم ولا يجد من يلقي إليه وحيا حتى يحكم بينهم وهو في موقف النبي صلى الله عليه وسلم إذن يحتاج إلى أناس يساعدون يعني يساعدونه في في علمهم في معرفتهم في عقيدتهم حتى يصير حتى ينجح في هذه المهمة الحرجة نعم لذلك قال خد وليت عليكم ولست بخيركم مم وأول حاكم أو أول خليفة لنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتولى مسؤولية استمرارية الدعوة ممتاز إما أن تستمر الدعوة أم تتوقف نعم إما تستمر الدعوة في نجاحها أم تتوقف نعم لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن بعد أن ملح وحكى لنا يعني أنبياء المرسلين قال فخلف من بعدهم خلف أداعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نعم إذن فأبو بكر يحاول كل المحاولة حتى لا يكون من الذين يقالوا فيهم يعني أنهم خلف خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يعني فأصبهوا خلفا نعم فضيعوا الصلاة ويعني لم يعني ما وصلوا إلى مستوى نعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن فأبو بكر عرف هذا فطلب من الناس جميعا أن لا أن لا يتركوه نعم وحيدا في هذه المسؤولية هذا يعني أنه بمفرده بمفرده لا يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة الكبير هذا ما شاء الله إذن خلاصة ما ذهبتم إليه وأبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو بفضل الله وتوفيقه موفق 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 بأن يأم الناس أبو بكر ولكن في البداية الأمر لم يكن كذلك قام عمر بالإمامة ثم كأنه قطع وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يأم الناس عمر وفيهم أبو بكر كأنه كان يتنبأ بسلاحية أبو بكر وكان يتنبأ بأنه سيكون قديرا بحملة هذه الأمانة وبحملة هذه المستوى يعني هذه الرسالة الجسيمة ما شاء الله إذن هذا يجرنا أن نتوقف مرة ثانية الرجل الذي ناب ما ناب النبي ولا يأتيه الوحية من حين لآخر بل إنما هو سيعتمد على المشاورة ويعتمد على التوفيقه الإلهي إذن كان عنده ميزة ميزة أهلته أن يكون أهلا لذلك هو التواضع إذن كيف كان تواضع أبو بكر وفي الخطبة نرى ملامح وإشارات تدل على أنه كان متواضعا ما هي هذا فإن تواضع أبو بكر لا يكون غريبا لمن رباه النبي صلى الله لمن ترباه عند النبي صلى الله عليه وسلم فنلمح في قطبته أنها قطبة مليئة بالتواضع لأن التواضع هو إظهار التنزل عن المرتبة التي عن المرتبة التي يعني يليق بها الشخص نعم نعم هو أن يكون الشخص يفر من أن ينزل في المرتبة الذي يراد الناس أن ينزل فيه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن لا يعني نستمع إلى المتح إلى المتح الناس إليك وكان يقول اللهم اجعلني اللهم احفر لهم مما لا يعلمون واجعلني فوق ما يظنون وكان يعتار أن يقول إذا لقيتم المدى حين فحصوهم بالتراب إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أن يرفع الإنسان إلى مكان إلى مكان فوق 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 مكانة الإنسان إذن والتواد الصفة محمودة تدل على ماذا على طهارة النفس تدل على طهارة النفس وتدعو إلى إلى المودة والمحبة فمن تبعة الناس أن يحب كل من يتواضع نعم ويكره كل من يتكبر ويتعالى ويتعالى على الناس وينشر الترابط نعم لأن أبا بكر في حاجة إلى 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 ترابط الناس إلى مساعدة الناس إلى معاونة الناس إلى المناقشة إلى مشاورة الناس والإنسان لا يشاور مع من لا يقدره نعم نعم مشاورة عبارة عن تقدير نعم تربية تربية لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن والنبي يتلقى الوحي ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى إذن فهذا الأمير الرئيس إذا أراد أن ينجح في عمله لابد أن يتواضع ويتشاور الناس ويكون مستمعا ويكون له قدرة الاستماع ماشاء الله أستاذ نقطة مهمة التواضع هو النقطة الارتكازية في القيادة الرشيدة أنا اعتدت أن أقول الإنسان مثلا رئيس الجمهورية حرام عليه أن يتكبر ناس رفعوه ناس مجدوه ناس يؤيدونه ناس يفرجون له إذا تكبر كما سمعت الشيق سيد مصطفى سي يقول في محاضرة نعم إذا رفع الله عبدا في مستوى أعلى ويبحث هذا العبد عن كرسي ينزله ننزله إن شاء الله هذا يعني أن القادة قادتنا المعاصرين يجب أن يعلموا أن أهم الميزة يتواضع التواضع الصحابة كانوا كانوا درسا في ذلك أبو بكر كان نموذج في التواضع انظروا عمر يقول يا ليت أني كنت شعرا على صدر أبي بكر فأبو بكر حينما قال أنا وليت عليكم وأنا لست بخيركم هذا تواضع في الحقيقة هو خير منهم هو خير منهم ولكن تواضعا من عشر المبشرين بالجنة وقال لست بخيركم هذا تواضع هذا ممتاز ماشاء الله وهذا أيضا سيجرنا أن نقفة وقفة ثالثة مع هذه القطبة الشيقة الرائعة البيان الوداري يعني في استلاحاتنا المعاصر سنالتذكر على ناسيو الرئيس يفعل ذلك وذير الأول يفعل ذلك إذن نرى أن الإسلام عنده حسبان بذلك أبو بكر أول من قام بما نسميه البيان الوداري عند السلطة ما مفاد البيان الوداري عند أبي بكر صديق مفاد البيان الوداري لأبي بكر يفيد أن القاعد إذا أراد أن ينجح في مهمته فلابد أن يجعل الناس المتعين يدركون أين يوجههم يعني الناس لا يستطيعون أن يساعدوا خائدا لا يعرفون أين يقودهم أن يقودهم نعم فهذا أيضا يفرد علينا ماذا الصفافية نعم الشفافية الشفافية نعم والحوار والحوار لأن القاعد يعني ليس معصوما نعم ونرجع أيضا إلى المدرسة القرآنية نعم دائما نعم لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلينا رسولا نعم أن يخلق آدم له سلطة كاملة كاملة نعم في خلق من يشاء واتخاذ القرآن فحال لما يريد نعم اتخاذ القرآن نعم لكن مع ذلك قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا نعم إذن أعلن الله سبحانه وتعالى أخبر الله سبحانه وتعالى للملائكة أنه يريد خلق آدم نعم وسمع يعني والملائكة أيضا تجرأوا في إبداء آرائهم في هذا الخلق الجديد قالوا لله سبحانه ماذا قال الله سبحانه وتعالى نعم أتخلق يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء رأيهم نعم هم حر نعم في ماذا في إبداء آرائهم لأن الله هو الذي يعني أخبرهم بأني أريد كذا كذا لهم حرية كامل الحرية في إبداء آرائهم نعم أتجعل فيها من يسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبب حمدك ونخدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم إذن ماذا نستفيد من هذا نتعلم من هذا أن الرئيس أو الأمير أو من قدم في شيء لابد أن يتعايش لابد أن يجعل المتعين على مسلح يعني حتى نكون على على السواء على الهواء السواء حتى نكون على الهواء سواء فيستطيعون أي فيحاولون مساعدته في نجاح مهمته إذن سنلخص أن مفاعد هذا يعني أن القائد لابد أن يكون على بينه فيما يفعل ويدا خطة واضحة وبتالي أيضا يتمتع بوافري من التوادع سواء بالشفافية هذا ما يجعل الناس يتطلع إليه ويالتفون حول يعني سيد الأساس تأنا الوقت ذهب بنا عمدنا نسو وقت والآن سنحيل الكلما إلى اللغة الأولفية وقت من التواصل من التواصل وقت من التواصل حتى هناك المرشد تهو فأنا هم سابه الهاجيد من المعارضة وقلت بجعله وقلت بجعله كنت أخذ الناس يجب أن يكون فيهم من أبو بكر صديق من الأشياء المعارضة كانت مجمع لكن 전 أصدقائت هذه الحربية سائلا يمكنكم أن يكون Aquimes غشرة ويقولونه في العالم solved قبل أن يكونه أصدقائقي أسركن والداخ� للمساعدة والداخل والدخم فودي ويقبل أن يأتناه ابرهام السام بشيسي في عام 2001 كل جديد في أجيبت ويقوم بإنجاب الأزهار الشرف يملك كل شيء من المدين ويقوم بمدينة ويقسم الإعقيدة والإفلسافة وهو يقوم بمدينة بهذه الحقيقة والفلسافة هناك في المنسيين لم 그때�ormة المستقبلين من النج�� the people of the same Kolo Normal من حولياتي محول برنام Playstation وفاقية الجنجان الناس المنحublicين ثانيا كي 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 لصمان المشعر من كي 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 تعتقدم تحضير الثاني كي 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 لذلك كان هذا الإمام يمكن أن يكون هناك في جمع جنيتو دي عمار فوتي تال عمار الفاروخ تجيس كن كو كمي سنوغان شاء إبراهيو شيخ لولو إنشاء الله إنشاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ السيد الأستاذ النجا سنوغلي إنوه دي لزيار دي جيتل سنوغنيوتي الشيخ المرشيد الشيخ محمد المصطفى السي نعني يالى سبحانه وتعالى مدرر لكو سموكو با في مو بغي يقالي لغي يو اندانوك ينتي بي صلى الله عليه وسلم دي لغي يو مام يالنكو يالنكو يالنمي مانكفا يقالي دي كرم بو بغرخ كنه خمينتنيني موي دي ركتر تلفيدي سيد مرحطر نجاي نياني اللي سبحانه وتعالى ينكو يالنمي دي كرم بو بغرخ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 يريد أن تتجنس سيدي و يقفر هذا الأمر في قبل أن يتجنسس يعطي أعطي أن يتجنسس و يجنسسس uno يتجنس ان تنتجت منك اتجنس من الرسال arak 나 قال فقط أن يتكلمين بي بي أمي درسي إذا كنت أردته وكما أردتك في أمي درسي فقط أخبرتني أبو باكرين في أمي درسي بي أمي فعله أبو باكرين بي أمي قد يجعله ومقولك سيكون هذا أبو باكرين بي أمي درسي أول انهت مرتفقه أول المعارضة تقوير شديدة من الثاني ومن ثم أشخ.' من المعلومات التي أمتلك فها ولكن السبب بعد ذلك الفتح لأنه أنظر ابو دجان ابو دجانة تصنعي عن وجده يصنع الدعام ابو دجانة لا يوجد أن يكون ذلك تقربي إلى أن يعجب بجربي ترطيح تغيبت أن تكون فيترحل والأسفر لكي وقافت أن يسمى الأمر لا يجب أن يا سابر مع الذهاب حدث وأن البطاطي يجب أن أطعبت أن أبطاء قلاء تبتعوني الله سلام هل من جميع الأمر لك؟ لأنه يجب أن يجب أن ينزل بحزن مجدم كان يتنبع من سيكون وفقه لي يتنبع من هناك ومن يسمع يا ربما وفقه لي بمساعدهم وفقه لي داعي ومن يتعطني أن الأمر لكن الأمر أمر من أدعك وفي في نفس المؤسسسسة من يتعطني أن من أن يتعطي أنه يتعطي شكراً ومن يتعطي ومن يتعطي أنه يتعطي كيف يمكنك التعرف أحيان المصاقع من الوقت؟ نفسي من التعرف بأن أرسل الوقت كيف يمكنك التعرف في المعادي إنهم يمكن التعرف على صفحة الأخيرة لأنهم يمكنك أن تخبر على زيادات حيث أجل أن يكون النتعب أم يمكنك التعرف بكل يمكنك تشتري perché wish to develop a program ليسوا który من العديد منذ نفسي كيف يتعلقاط في نفسي عندما تتوقفي في هذا المشكل كيف يتعلق حكم مع نفسي يتعلق في هذا المشكل تلك المشكل المتابعة من النبي ما قلت من ذلك اذا كان يتعلق هذا المشكل هذا المشكل 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 بسبب خارجش تحول فترة وهذا كان الكثير من شخص هذا الفيح و لكنك هناك تتصل على معرفة لأن نتصل على التركيز في حالة جئية وليس كذلك عادي تخسرين جائية لكن كل هذه الناس إلي تلتطلع هذه الانسين أعطال ترجمة نانسي قنقر 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 في truthful الهوالي في حوابت 했습니다 هذا ذلك هو نجد أن نحيد في جدينا وكل يجب أن نحيد من قدية لذلك أجتب أن نحن مع طريقة للشجم أمانو بوداييرة أمانو بداييرة وکا أمانو بداييرة إن وشأة تحقيق سprendة أنه يجب أنك شير في مليان أنت لا بشير في昨ه أحدة من وضعت طبية في جرون ملياني أخبرنا يجب أن يمتعون هذا هو من أن يكون هذا هو المساعدة من هذه المساعدة في نفس المساعدة يتحقيق مجالبا ومن الناس الذي يتحقيق مجالبا فهذا السبب يقول بأن نفريق دانك فقط نفريق دانك في نفس الشيء يقول بأن نفريق دانك وهو غامب مؤمنون أنما نwiąكر بقرام من الشباس ذات في الإجتماعً ماهما هو تMAQ من هذا السبب نعم لذلك كنت تجعلني مجددا لأنك تجعلني قد ترون مجددا لأنك غير أكثر عندما ترون سنعطي كم وقع بالنسبة لك وكما ترون من العجيب وكما ترون من الجميع إلى الآن علينا المشاهدين المافق or置 الاجتماعية لا توجد calculating على جميع الناس وبعض الأمر personne يوجد appearing بناء النقاط اجتماعية أجتماعية Ellen بقي الأخلاع يعطي pur بالتأكل وبقول ذلك أن нنبجع رسم entwic وأجتماعية أجتماعي أشياء действия المصدر لخوفة و Jadeよろسään وليس لديك تكتب لك لكن يجب أن تدادك تسعين التكتب لك وما تحصل على الواضع يمكن أن يكون كذلك وما تحصل على الواضع هكذا حاليا وضعنا نعم فقط أنه يكبر في السنة أطفاله تقضي لك هذا المترجم يترجم فقط هذا يترجم لك هذا يترجم لك هذا يترجم لك يترجم لك إذا كنت تقم لك لا يترجم لك ورحمة عبدالعزيز Где uma vez كانت تغير محققًا كذا كان يتعلم محققًا يكون فهل صغير على شكل كذلك وانهم يكونون من أجمال لأنك يكونون محققًا ثم يكونون الأفضل وأنه يومونين من المسألة و المسألة يكونون الأفضل يمكن أن نحو نجمع ون أشترك المسكين يتعلي بكما كتب الآخر يتعلي بكما يتعلي بكما أشياء بفضل الله ما يفهم أكبر ممنونين يجب أن تتعلي بكما يتعلي بكما يتعلي السلامي البرزجان شكرا السهالة شكرا نظر لافعل لافعل لا يعرفتنا لا يعرفتنا لا يعرفتنا ولكن من المخلص لا يزالك لا يعرفتنا ولا يحبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا هو أنه كان يردنا كل مزيد من المصلحة من المنظمة كان يردنا تو行يدين و لكن فيciاتفهم كل مختلفة وذلك يردنا كل مجد ممترح لاحقا على أن يتطلق فيها لدى انه لاحقا لأنه و لكن كل م местه يردنا و لكن يجب أن يجب أن يكون قد يتتتيباً تلك الناسيات والخلاص والدفورة التي يسمون الأدوة لأنها جدو عن الحكومة والحديث هم يسمون في المشاكل انهاء الجديد الزقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتراك شكرا